طيب قبل أن ندخل في المناقشة نشوف تأرير عن حملات استعادة أراضي الدولة بعد سنوات طويلة من الصمت أو التجاهل على سرقة واختصاب الأراضي في مصر صدرت التعلمات واضحة وصارمة بإعطاء مهلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نهاية ماير الجاري باسترداد جميع الأراضي المعتدى عليها أو الخاضعة لوضع اليد دون زراعة أو بناء عشرة أيام وتنتهي هذه المهلة التي حددها الرئيس من قلب محافظة قناء الاثنين الماضي وفور صدور هذه التوجهات الرئاسية انطلقت الجرافات واللوادر العملاقة تهدم ما شيده المعتدون في غفلة من الزمن أو تجاهل من المسؤولين في فترات عصيبة من عمر هذا الوطن أراضي زراعية خصبة من عضوبة النيل تبدلت ملامحها الخضراء وبثقت فيها أعمدة الخرسانة الصلبة الجفة أراضي صحراوية حصلت عليها ثلة من المنتفعين لاستصلاحها وزراعتها لكنهم حولوها إلى منتجعات سكنية اعتداءات متكررة على نهر النيل بالردم لبناء منازل وكافتريات وغيرها من المشروعات التجارية لكنها هي الدولة تنطفض لاسترداد حقها وسط تأكيدات من الحكومة ولجنة استرداد الأراضي على عدم إزالة الأراضي المنزرعة حتى جمع المحصول أو هدم المشروعات المنتجة مثل مزارع الدواجن وغيرها رغم مخالفتها رغبة من الدولة في ألا تكون الخسائر مضاعفة على أن يتم توفيق أوضاع المشروعات المخالفة بما يتناسب أسعارها المتداولة في السوق فهل ستنجح الدولة في استرداد كل الأراضي المعتدى عليها قبل انقضاء المهلة بعد عشرة أيام من الآن؟ والأهم ماذا ستفعل الدولة لمنع تكرار الاعتداءات فيما بعد